البحث في النفايات ظاهرة تكاد تكون الأبرز في العراق بعد تكدس وتكوم أطنان من النفايات داخل الأحياء السكنية أو على أطرفها حيث يعمل هؤلاء هنا في محافظة البصرة منذ الصباح يجمعون مخلفات بلاسكية ومعدنية مختلفة ليبيعها إلى المصانع ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياتهم بسبب التلوث من الأربعة الصباح نذهب الساعة الثلاثة قالوا احنا البصرة أم الخير أم النفوط التأكل بها العالم نحن نلقض بسهل على الصندوق والغوطي وهم يضردون علينا إذن احنا مبيش نعيش ما تقل لي بيش نعيش على العاشق عندي عشرين نفر العشرين على الله وعلا الزبال لا عدنا كادود لا عدنا وراء الواتب وين نعيش أنا أدري وين نعيش وين نعيش عدم طمر تلك النفاية أو الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة من قبل الحكومة يجعلها سببا في التلوث الشديد للبيئة كذلك فإن الفقر والعوز يجعل البعض يلتجئ إلى القمامة لاستخراج المواد التي تحتاجها المصانع لإعادة استخدامها دون أي رقابة حيث تزيد هذه الظاهرة من انتشار التلوث الذي قد ينتقل من هؤلاء إلى غيرهم بسبب تعرضهم المباشر إلى مصدر التلوث أو بسبب استغلال المصانع لتلك المواد دون حسيب ولا رقيب دائرة الحماية الاجتماعية تقدم خدماتها للفقراء الحال وحسب قانون الذي يقرأ أخيرا قانون رقم 11 لعام 2014 الذي حدد معيار الشمول هو أن يكون الشخص فقير الحال الإهمال الحكومي وسوء إدارة الدولة جعل التدهور الأمنية والخدمية والصحية يزداد بشكل كبير حيث تدهور في الكهرباء والماء وتلوث للأنهار وتكدس هائل للقمامة كلها وغيرها الكثير باتت تشغل حيزا واسعا في الأراضي العراقية